لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهدد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد للنبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين من صار على نهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشل الأمور محدتاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإياكم والمسلمين من عذاب النار يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَجِيدًا يُصْلُحْ لَكُمُ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهم اجعلني وإياكم والمسلمين من الفائزين أيها الإخوة والأخوات خرجت البارحة كما خرج الناس جميعا خرجت البارحة كما خرج الناس جميعا إلى العمل وفي ذلك الوقت والحرارة قد اشتدت وصرت أتجول في وجوه الناس وأنظر إلى أحوال الناس في العمل في المساجد في الأسواق فرأيت عجبا رأيت عجبا ذلك أن شدة الحرارة التي لم يتعودها الناس خصوصا في هذه الديار جعلت كثيرا من الناس يغفلون عن هذه الظاهرة الربانية وهذه الآية الكونية التي جعلها الله عز وجل للاعتبار وللتدبر لا للتأسف أو للشكوى أو للحزن إنما هي عبرة وتذكرة يتذكر من خلالها الإنسان مواقف ليست من هذا العالم الناس خرجوا صباحا الذين خرجوا منهم فترى الناس يشكوا بعضهم إلى بعض شدة الحر بل منهم من يسب الحر بل من الناس من غاب عنه أن الله تعالى له في خلقه آيات ليعتبر من خلالها الإنسان فشدة الحر أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات آية من آيات الله عز وجل يتذكر من خلالها المؤمنون الصادقون مواقف لابدهم قادمون عليها إنها موقف الحشر إنها يوم القيامة إنها عذاب جهنم فما من ظاهرة كونية إلا ولله فيها حكمة وللناس فيها عباه يقول المولى جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات لأولي الألباب آيات عبا تدكو آيات لأولي الألباب بطرنة لأولي الألباب 40,03% أو شيئاً. كتبت للمشاركة. الكثير من المشاركة للمشاركة. المشاركة ليس للمشاركة. المشاركة ليس للمشاركة. إذا كنت تتحدث عن المشاركة. هناك المشاركة ليس للمشارك. تتحدث عن المشاركة. لأسف الليومة نسأل المشاركة. أولا بأن الأنم... أولا بأن الأنم ليس للمشاركة. التحفيق للمشاركة. المشاركة للجميع سنويا. ليس للمشاركة الوضوزين. تشف sangat للمشاركة. لن تنفر لن يطلقى لن يطلقى لن يطلقى وقف لم يعدني الانسان نحن لا يستطيع الانسان لا يمكنني لمساعدة لا يستطيع الانسان ون تشغل الانسان سوف ايه ولكن يستطيع العضور ترجمة ترجمة نقاط وليس نقاط سؤال كم نحن يحيفه 두�برمجبات الضحفة يحيفه يضعيهم يحيفه يتحطون监ض يحيفه العبادة الأمس يحيفه انضعيه يحيفه المر spring يحيفه ياخذهم ان يفعلونك نحن يسولونون لاحقا وله أطلقل وأنه يتحدثون كيف يجاجعنا بجيام الهاتف أشياء نحن نريد في لحلة السيحة على رعب العرة لكن لنهي تربط لنوان مرتوجبا للحديد للشطر 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 ولنهي وفي أن يديه في Lore بحث 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 c'est avec les bons actes avec l'obéissance à Allah avec le bon comportement avec l'amour envers les autres avec le pardon avec la clémence avec la tolérance tout ceci ce sont des moyens qui peuvent vous aider à vous préparer à la chaleur de l'autre monde ici 40 c'était rien نحن نجحو بيناين اخذرنا في الأرض وما سألت بينام وإنهائك المغنى التي يمكنني الإيجابات لأيها في البلدون وليس لهم يوجد في أسهل سيدة لأسهل العالمين أكثر من السادقة اجتوكي لنسيقًا ستكون مزيداً لتعرفة إلى الصادقة ذلك بإمكاني الإيجابات والتطلب من الإجابات سنكمل لا تسألت أنك أسألت على الخيار شبط الله تعالى يقرر كله نطفل كلنا لكن لاعقال نخلق بس خارجنا بس خارجنا للمطفل على فاهمة التي تساءها منها من المحتاج للمشاهدين والأرض ومن؟ ومن الله يجب أن نحن نحن إليه والمساحتجي للعالم وهو الجميع التي يس bothersها بالضبط لا أحدثني الفؤال يجب أن يجب أن يسولون بسيطان في كل ملتواح أو في كل مرنة تنزلي أكثر إليهم لدي أكضاء ستجارة الصارغة کیسر قادراتي عندما يأخذك سيدكم المساني سيدكم المسلمان سيدكم المسلمين الذين знают المعركة الذين نجيل الأشخاص الذين نؤساء جميع衣 تأخذكو أن لا نقاط على المقاطئ سيسر تأخذك سيستو wijضا ستأخذ�inski سألتك في هذه المساعدة. أعلم أنكم سألتك في هذه المساعدة. لن أعطيك في هذه المساعدة. لأن الإسلام ينقى في بحث يجب على هذه المساعدة. إذا كان يحن يهتم بحقًا هل نحن سنعطانا على جيدة لحظة الجيش وحقًا وحقًا عندما يجب أن يكونون جيدة سيكونون على سيارة على أكثر من أخطاء على أشغال على أكثر من الأشغال على أكثر من أجهال إذا مستقبل البدار لا يدعوني المئنة لكن سيجعلنا سيكوه امريحة ليحظين لا يوجد لاء ليحظين ليحظين واحدين حاللة خ codes وكثيرك في الأمر النبيemether ي препعل يسألن هو العودة يسألن كان لك حتى لا توفر أمر نت نغسIC الذي ن bastante أنا لا أخرج للصلاة الحر شديد يا أخي البارحة أغلب المساجد كثير من الناس لم يصلوا فيها الدون والعصر بدعوة أن الحر شديد مع العلم أن ذلك الوقت وخروجك أيها المسلم في ذلك الحر الشديد والعرق يتصبب منك الله تعالى يعد لك أجرا كبيرا قد أقول لكم شيء تستغربون منه تعرفون أن نقطة واحدة من العرق تسقط من جبين المسلم وهو يخرج للصلاة أفضل عند الله عز وجل من مئة دمعة وأنت تصلي صلاة القيام قد يقول القائل يا أخي صلاة الليل يا أخي صلاة الليل سنة لكن صلاة الفريدة يعني فرد وواجب والعرق حينما يخرج ما يفع من خطوة إلا يفع الله له بها درجة وما يحط من خطوة إلا يحط الله عنه بها خطيئة فلذلك لا تعتذروا بحر الشمس للخروج لأداء الفرائض ولا تعتذروا بحر الجو أن تعملوا أو تجهدوا أو تكدوا ثم من وكلهم الله عز وجل عمالا عليهم أن يرحموهم وأن لا يحملوهم ما لا يضيقون خصوصا في أوقات الحرب وأن يتركوهم للراحة قليلا دون إفراط ولا تفريد نعم لا ضرر ولا ضرار لكن علينا أن نقف وقفة متأمن مع هذه الحرارة أهي فقط مصيبة نعم مصيبة حرارة مصيبة البرد مصيبة أي شيء يصيب الإنسان ويعديه فهو مصيبة كيف كان على الناس أن يتعملوا مع الهماس كمين نعرف سيكون هنا من تستطيع أن يتركوهم لا تستطيع أن يتركوهم ومن تستطيع أن ينطعوا وبيعهم أن يتعملوا معها بما في القرآن الكريم يَذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصيبة أَمْ قَالِينَ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْيِ رَاديُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة خلاص أي حالة أي موقف أي ظاهرة أي ابتلاء ارجع إلى الله اتصل بالله عز وجل تجد نفسك مطمئن تجد نفسك ترتاح فكان على أولئك الذين يصدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب وكانت مريضة بالحمة قال كيف حالك قالت أنا مع الحم لا بارك الله فيها قال ما لك تزفزفين تزفزفين أي ترتاحشين قال ما لك تزفزفين قال شو قالت قالت قبحها الله من الحم il a insulté la fièvre il est rentré voir la soirée il est rentré voir un musulman il était malade il avait de la fièvre il lui a dit comment tu vas madame أم سايد il s'appelle أم سايد قالت il a insulté la fièvre que Dieu ne l'accepte pas que Dieu ne la multiplie pas لا بارك الله فيها قال il ne faut pas l'insulter parce que c'est grâce à elle qu'Allah te pardonne tes péchés c'est buying qu'on sait ilibis et nous ne l'expliquions il compressions le il b enquête c'est une le cinquence c'est une لم نتربى على هذه الأشياء البرد البرد هذا فش من فش جهنم إذا اشتد الحر أو البرد فهو إما زمهرير البرد كما في الحديث الصحيح لدي رواه الإمام المسلم عن أبيه عيرته رضي الله عنه ويقول فيه بأن البرد هو تنفس لما اشتد النار اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى قالت ربي أكل بعضي بعض قد أكل بعضي بعضا من شدة الاشتعال أكل بعضها بعضا فأدن لها أن تتنفس مرتين تنفس في البرد بالزمهرير الذي يصيبنا وتتنفس بالحرارة التي يشكر منها الجهال من الناس لذلك كيف نتعامل مع هذه الظواهر الكونية الربانية هو المتحكم فيها أن نتعامل بالصبر وبرجوع إلى الله عز وجل وبقبولها كما هي وأن نحاول أن نتذكر لتكون لنا عبرة وآية أن نتذكر المواقف القادة التي نحن قادمون عليها موقف يوم القيامة وأعاذنا الله وإياكم من جهنم كذلك فإذا تذكرت ذات تلك المواقف أنستك حرارة هذه الدنيا أسأل الله رب العرش العظيم أن ينجينا من نار جهنم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورسالي المؤمنين فاستغفروا إنه هو الغفور الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله القائل إنما الأعمال للنيات وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الكائنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما دامت الأرض والسماوات عباد الله من الظواهب التي يقع فيها كثير من الناس مع حر الصيف الإصراف والتبدير كثير من الناس يسلفون في استعمال الماء وفي استعمال الكهرباء وفي استعمال الكهرباء مما يؤدي في كثير من البلاد إلى تعطيل الكهرباء كل الناس يستعملون المكيفات في الأماكن التي يستعملونها والأماكن التي لا يستعملونها وترى الإنسان إذا دخل المسجد للوضوء صار يخبط في الماء خط عشوال مع العلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل مع العلم أنه قد يكتب مع المبدرين وأنه يعلم أن المبدرين إخوان الشياطين وأن الشيطان كان لربه كفور فلماذا يصدر منا هذا التصرف القبيح وهو التبذير ولماذا لا نقتصد في حياتنا لا قال له أنا عندي الإمكانيات طيب أنت عندك الإمكانيات ولو كنت على جانب النهر لا يجوز لك أن تبذر الماء هناك أناس ليست لهم شيء قد يقول قائل طيب يا سيدي نحن لن نبدر سنقتصد لكن ماذا سنفعل أردا على الصيف أحسن شيء يمكن أن تفعله في الصيف الصدق خصوصا صدقة الماء صدقة الماء أن تضع مبلدات في مساجد في طرقات في أماكن أن تحفر بئرا يشعر منه الإنسان أن تضع إن كنت من أصحاب البيوت المتسعة أو عندك السطح أن تضع بعض الصحون الصغيرة تضع فيها ماء يشعر منها الطيور ويشعر منها الحمام يشعر من أحسن الصدقات في الصيح أسأل الله رب العاش العظيم في هذا الجو الحار أن يخفف عننا نار الجهنم يشعر من أحسن وأن تتركوا على المفتدية ومن الضوء أيضاً والمعانون يقولون أولاً أولاً ومتعاموا أولاً ومتعاموا بسيطة ومن أسفعوا بسيطة ومتعوا بسيطة وشيء؟ ومن أدرسوا بسيطة وإنكيف أن تتفعوا بسيطة ومن تتركوا فيه ومن أسفلون لا تنسوا من أي شخص انظموا أي أليس من تنسوا في مريض إذا أمود أعيد المستخدم restaurقك في العجل عندك على إجدى البريض لا يستطيع المستخدم الصور وزراء البريض لا يستطيع المستخدم في المبالي لتخبه مستخدم من لا يستطيع الفصل الصور علاق هذا الشبك هناك ألا تقول لسيطة الوحيد من المغطر هذه هي مرتبعة التجارة لذلك الوحيد من المغطر ومن المغطرين هذه لا تعتمد إلا واحد على سبعين هذه واحدة سبعين سيكون ثبتة الحرارة لذلك علينا أن نفكر في المحتاجين في منا نحتاجون إلى ما ندفه فيما نحتاجون إلى ما نقيم وكذلك أن نربي أبناءنا على المحافظة على هذه الأحصول التي نعيشت عليها و nous consacrons إن شاء الله إيشاء الله إلا يجب أن نجونا عن الله ولم يجب أن نجونا على الإجابة ولم يجب أن نجونا للمحافظة ولم يجب أن نجونا في تقليل إلى نجونا ولم يجب أن نجونا ترجمة نانسي قنقر أن يبارك لنا في صحتنا وفي أموالنا وفي أرزاقنا اللهم أحفظ هذا المسجد والقائمين عليه وأحفظ كل مساجد المسلمين والقائمين عليها اللهم أرزق هذا البلد الأمن والأمان والسلامة والإطمئنان وسائل بلاد المسلمين يا عزيز يا جباب اللهم وفق ملوك ووساء المسلمين إلى الخير واجمع شملهم ووحل صفوفهم اللهم اشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا رب العالمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نسألك اللهم أن تهدي أبناءنا ونساءنا وأولادنا وأولاد المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين احفظ الله المسافرين القاصدين ديارهم اللهم أبلغهم مأمنهم يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وبارك في القائمين المقيمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين